مرحباً بكم إنما كنتم كماشو معنا الحلقة اللي كانت مع السيهيشام اللي هو أب دي الواحدين ميذين كيقراف مؤسسة اللي هي معروفة اليوم كنشوف الوقفة أمام مؤسسة كما كنشوف الخلف دينا والصور لعداسات صوت العدالة دي الأولياء تلاميذ اللي كانت في هذه الوقفة هادي سيهيشام اللي ما كنشوفوك كتحتج وكين الأباء دي التلاميذ اللي كيقراف هذه المؤسسة هادي هاد الوقفة هادي شنو باش خرشو شنو باش طاربتونتوما توصل معكم شي مسؤول مرحبا مرحباً نشكرك أولاً يعني هذا احتجاج جماعي اللي كان منبرمج من طرف أمهات وأباء وأولياء مؤني بالمدارس ديالها بتلاتة ولكن يعني شاءت الظروف أننا في إطار يعني ضروف خاصة لتتعرفها الساحة الوطنية بل على العكس كذلك الساحة الدولية ولهذا نحن امتتلنا الآن للرفض اللي اعلنت عليه السلطة فأنها تخلينا يعني نحتجون نديروا الوقفة الاحتجاجية ولكن يعني امتتالنا للقوانين الطارئة لتتعرفها المملكة ما تعنيش أننا ما وصلناش لهدف لأن الهدف من الوقفة كان هو أولاً هذا الوقفة كنا بينا نديروها في ظروف متالية من ناحية السلامة الصحية كان كل شيء يعني مبرمج له تباعد حتى الكنترول التمبراتور يعني كان كل شيء هذا يعني تعبر الحرارة باش ن ولو كان أني شانتيون ربما لأن نحن في المجموعة حوالي 1-300 وتقريباً دابا فيتا بقليل كان ممكن هذا يكون الشانتيوناش ديال دياغنوستيك راتوية على الحرارة وهذا مهم على أي حال كانت مش موعة ديال التدابير باش أنه نحطرموا فيها يعني جميع معايير السلامة ولكن شاءت السلطة ونحن امتتلنا وهذه هي يعني الروح باش خصى يعني تكون عامة وتحلوا بها يعني جميع المغاربة الرسالة السي هشام شنو اللي والأبو تتوصلوا شنو منو قطني نقشتوا دبح حاليا في هذه الوقفة هذه الرسالة أكررها وأعيدوها نحن لا نعادي ولا نستجدي نحن في إطار الدفاع عن حقوق مشروعة ماشي فقط يعني بخصوص استخلاص هاد المستحقات نحن نعيش ظروف على المستوى الوطني لتتعرف تغول ديال تعليم الخصوصي وتتعرف واحد سطوة دياله على سواء على القوانين المنظمة ولي منها مثلا المجاليس الطرباوية والجمعيات ديال الأباء والجمعيات الرياضية ومجاليس الأقسان إلى آخره هاد شي تحاربوه بأي طريقة ثم لا 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 دعني وتنشكرك لأن فكرتيني لأن بالمناسبة لأن بالمناسبة خصنين وجه رسائل الشكر سواء الأطور الإدارية أو الطرباوية أو الناس السيكي أو الناس من نظفة المهم كل من يصهروا على تعليمي وطربية أبنائنا وكذلك لا بد أنني نغتانم الفرصة باش نشكر جميع المستثمرين في هذا القطاع واللي تخلصوا من الجشع وممشوش في الداتية وفي النرجيسية إلى درجة أنهم علنوا على إجراءات لقنعات الأباء ونالت الرضا ديالهم وبالمناسبة هاد الناس لا بد خصنين وجهوا لهم الشكر وتنقولوا لهم بارك الله في خطواتكم وقدر الله تضحيتكم ولكن بالنسبة لبعض الآخر التي تلتجع بعض الأساليب وهذا فنحن تنأكدوا بأنه يعني إلا بغاية فرضوا عنا مسائل السوق فرحنا قادرين نغلبهم بقوانين مغربية تحمي صاحب العرض وصاحب الطلب أيضا ورغم ما بغيناش نوصلوا لهذه الأمورات مع مؤسساتنا التعليمية لازلنا تنقولوا بأن خصنا نكونوا في مستوى هاد الظرف الزماني اللي تعرف هاد الجائحة هادي والسلام عليكم ورحمة الله قبل ما نسألوا هاد الحوار هادا واش تواصل معاكم شي مسؤومة المؤسسة وفي نص وقت واحد نقطة كتيشرتي لها في المنبردي صوت العدالة وأنه ما خلاكم شأستوى الجمعية دي الأباء وأولياء التلاميذ واش خلاكم دابا واش كي شي حوار فهذا النقطة هادا أولا الجمعية دي الأباء وأولياء التلاميذ أنا من خلال من باركم نحب نخبر جميع المغاربة لا تتعلق بإرادة المؤسسة اللهم بعد المناوشات ولا تنقدرون تحملوها وتجوزوها هذا أمر يتعلق بإرادة يعني الناس اللي تقرروا ولدتهم في المدارس والأكيد أنه عرفنا بأنك مجموعة دي الإدارات دي المؤسسات الخاصة تسعى إلى التفرق ما بين الأباء وهذا ما انتصرنا عليه لأنه رب ضرة نافعة من خلال هذه الجائحة يعني قدرنا أننا الأباء والأمهات تتصلوا بعضيتهم وقدر يتخلق واحد الجولي أنا صراحة تنشكر وأمتن ويعني وما صراحة لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير على واحد الجول أخوي لي ولا يعني تطبع هذه المجموعة لديل هذه المؤسسات وكذلك يعني بهذه المناسبة تم الإفصاح على كثير من القضايا اللي تنتمنوا أننا نكون في مستوى يعني المقاربات التشاركية التي تنهجها المغرب حتى نقدم عرضا عرقا نحن رأى ما تنجي وش نتنازعوا ولكن تنجي ونتصالحوا ونتشاركوا في تقديم خدمات رائعة نحن رأى تنقشوا مشكل أعباد الله وهذا المساج رأى خصو يوصل الله يجزيكم بخير هذه رأى تنشي أدية الرجال المستقبل في هذه البلاد رأى خاصة تكون مبنية على قيام وخاصة تكون لا حوله ولا قوته إلا بلا الأكيد أن السحة الوطنية تبعت حتى بعض وهذه المناسبة نرى تنشكر المؤسسات دينا لأن على الأقل هي تتحاول تحقق ديزانتيري إيكونوميك ولكن كانت عندها طرق راقية في التعبير على قراراتها ماشي بحل بعض المؤسسات ولاحظنا أضيوات ولاحظنا هذا وهذا الشراء نستنكره بشدة والسلام عليكم شكرا لك سيشام وتابعنا كما اشتوا معنا سيجواب دي السيشام اللي هو المنسق دي المجموعة دي الأولياء تلاميذ اللي سبقنا أن صوت العدالة دارت حوار معاه وكان عنده واحد نقاط اللي مهمة مهمة بزاف وكما اشتوا معنا أشكي قول قانون مع المستشار القانوني بمراكش لصوت العدالة اللي كان النقاش معاه جميل وتار نقاط دي للقديد لأنه الشيء كيت تدفع بدون رسيد وكيت تدفع المحكام وكذلك بعض النقاط اللي هي كتتعتبر من الشطب كما كشو معنا الحوار كما شو معنا الوقف اللي كان دي الأولياء تلاميذ بحضور سلطات من الأمنية وكذلك سلطات المحلية بشدة الأنواع دي السلطات الأمنية كنتمناه أنه يكون حلول الرسالة تكون واضحة يكون أنه كما قيروح الكلمة أنه الأبناء دينا هم أبناء الغد هم رجال مستقبل هم المسؤولين لمعتمد عنهم البلاد أنا أطور للمنظومة دي للبلاد متابعين شكرا لكم وإلى اللقاء متابعي صوت العدالة مرحبا بكم أينما كنتم دائما في إطار متابعة لقضية المدارس الخصوصية بالمغرب وبالضبط بمراكش واللي في إطار كذلك الشفافية كتار في صوت العدالة وإطار حق الرد معنا سيونس العراقي اللي هو مودي دي الأكبر مؤسسة تعليم خصوصي بمراكش سيونس مرحبا ميك عبا جريدة صوت العدالة كما قتشف مع المتابعين ستشوفوا الرابطات اللي سبق أنه درناه مع أب دي الواحد تلميذين اللي كيقرف في هذه المؤسسة هذه وما تذكرناش الإسم في إطار أننا ما ندنوش تشهير بوح المؤسسة مع فناش أشنوا واقع هو طرف ولكن سنشوفوا الطرف الآخر وكذلك ستشوفوا الرابطات اللي درناه معها أب هذك تلميذين اللي هو كذلك منسق في واحد المجموعة لأولياء التلاميذ اللي كيقرفت المؤسسة هذه اللي كانت واحد الوقفة في أحد المؤسسة فصوت العدالة رابطات الاتصال بصاحب المؤسسة العراقي ولي هو كذلك مشكور أنه استقبلنا وقالك مرحبا في إطار حق الرد مرحبا بصوت العدالة وجميع المنابر أولا مؤسسة كبيرة كما أذكرت وعند واحد السيطة لا أستطيع أن نكون مدحوة ولكن سأقول له حقيقة أنا لديها السيطة جيدة في التعليم وفي الجودة للتعليم كما تعرف أنه مغريب أعرف واحد الانتفاضة للأولياء التلاميذ اللي يقرأه في مؤسسات خصوصية ليس كل شيء لبعض منهم أنه فرضات لهم أو لا يقرأوا أولادهم ولا يقوموا الدراسة عن البعد كذلك لا يقوموا الامتحانات لهم مثل البكالورياء لا يعطوا النتائج لا يطردون وتوقف التعليم عن البعد إلى آخرين ودفعوا الشيكات لهم كضمانة في المؤسسات ودفعوهم بهم للمحاكم كثير من الحواج التي كانت تسلبية للأولياء التلاميذ سيونس وضح لنا ما هي النقاط لديك إشكالية مع الأولياء التلاميذ لأنه راجع معهم بعد النقاط التي هي مهمة لا يمكننا أن نذكرها كما سبق في الكواليس قلت أننا رأيت الروبورتاج للصوت العدالة وفي نفس الوقت ما هي الحواج التي يدرتهم إيجابية ضرورة لا يكونوا حواج ويجبنا نعرفهم بكل شافافية المتابعين والمغاربة لكي يعرفوا أهل المؤسسين لا يمكننا شكراً سيونس مرحباً السلام عليكم ومرحباً بصوت العدالة شكراً على الأسئلة التي طرحتها كما سيكون في علمكم المؤسسة العراقي كانت هي السباقة لنشر بلاغ تضامني في تاريخ جوج أبريل مباشرة أسبوعين أو أقل من بعد الإعلان على الحجر الصحي لعلنت من خلاله على التضامن مع صندوق كورونا بمبلاغ 500 ألف درهم وكذلك علنت من خلاله على نادي التضامن ونادي البيئة المؤسسة بقيمة 50 ألف درهم و25 ألف درهم بالنسبة للناديين بجوج يعني هذور الرصائد اللي كانوا في الحوزة وكذلك علنات على كل إجراءات التضامن التي تتقوم بها مع الأسر كل واحدين على حسب حالته يعني كان هناك الإجراء الأول اللي هو الإعفاء تام بالنسبة للأسر التي توقف مدخولها بشكل تام الإعفاء الجزئي أو النسبي حسب نسبة تخفيض الأجراء بالنسبة للأسر التي تضرر مدخولها الجدولة وبالنسبة أصحاب المهال الحرة وأصحاب الشركات يعني وكل واحدين حسب حالته مع الإبقاء بالنسبة للناس اللي ما تدروش على يعني المستحقات كاملة ومع ذلك يعني مجموعة من الأباء ومجموعة من الأباء الذين أرادوا أن يؤدوا بفدمتهم من مستحقات بدون الجدولة وطلبوا تخفيضا فكان لهم ذلك إلا أنه فوجئنا من طرف مجموعة من الأباء على غير ما يقع فيه مجموعة من المدن المغربية يطالبون بتخفيض يعني شمولي بالنسبة للجميع الآباء بدون استثناء بدون أخذ بعض الاعتبار أي يعني وضعيات الأسرة وما إلى ذلك تحت دريعة أن الكل متضرر وأن التعليم عن بعد لا يساوي التعليم الحضوري وأن القيمة التي يجب أن يوضعها على التعليم عن بعد تقدر بالنسبة للبعض في صفر يعني يرفض تماما أنه يؤدي على التعليم عن بعد بالنسبة للبعض الآخر تقدر بخمسين في المئة يعني كل واحد تقدرها لاحسب باختلاف المدر وباختلاف المؤسسات تدري أن يوضع على واحد تقدير الذي ربما قد يناسبه هو أو مجموعة من هذا الذي يرىها مناسبة والحجة يقولون أنه عدد الساعات ليست متساوية وكان هناك أباء أخرى بالنسبة للأباء من على غرار شراء الحواسيب وما إلى ذلك فهذا صحيح ولكن شراء الحواسيب لا تتعليق مع المؤسسات المصارف الإضافية التي تمت لا تتعليق مع المؤسسات لديها علاقة مع الحجر الصحي ومع هذه الوضعية التي تعيشها الآن فالمؤسسات الحرة لم تختار أنها تعمل عن بعد فهذا كان إلزامي وألزم علينا من طرف وزارتنا الوصية ومن طرف الدولة يعني كنا كنا في حجر صحي فلم تغير المؤسسات الخصوصية العقد أو التعاقد الذي بينها وبين الآباء يعني بمحضة إرادتها بل ألزمت على ذلك ومن هنا أصبحت المؤسسة الحرة بصفة عامة تقوم بمبادرات تقوم بمحاولات تقوم باجتهادات من أجل التأقلم مع الوضعية الجديدة ومن أجل وجود يعني آليات ديال التواصل كانت مؤسسة العراقي سبق إليها حيث أن التعليم عن البعد ابتدأ يوم الاثنين يعني أي يوم الأول من الحزر الصحي ابتداء التعليم عن البعد لأننا الحمد لله متوفرنا لجميع الوسائل التقنية التي تزمكننا من ذلك بدأت بشكل مباشر عبر الأقصام الإفتراضية وعبر منصات المنصات وما إلى ذلك لأننا لدينا جوجل إدوكاسي لذلك بالنسبة للإبتداء الأقصام الإفتراضية يعني اللي فيها المباشر ابتدأت أسبوعين من بعد بداية الحزر الصحي بالنسبة للتعليم الإعدادي والتأهلي ابتدأت اليوم الأول من الحزر الصحي كان هناك اجتهاد ومجهود كبير من طرف يعني الأستاذ الأساسي دام شكورين ومن طرف الإداريين والصهار والقيام على ذلك والتتبع حيث أنه كل قسم الأقصام كان هناك اقتناء هاتف ورقم هاتف من أجل التواصل المباشر مع المسؤول على ذاك القسم كل قسم على لاحظة تتبع تلاميذ في الغياب ديالهم لاتصال بالآباء لما تلميذ من تلاميذ لا يحضر مثلا الأقصام الافتراضية أو المباشر أو لا يقوم بالواجبات دياله يعني كل هذا كانوا جهودات كبيرة وتأقلم الأطر بسرعة والحمد لله تعلموا أشياء جديدة ستفيدنا في المستقبل وهذا يعني هل يمكن استعمال نفس المنطق نفس المنطق الذي يستعمله بعض الآباء ونقول للآباء أنا ذاك بما أن الأساس إذا بدلوا مجهودا أكبر فربما هم يستحقون أجرا أكبر ولهذا يجب على الأباء أن يؤدوا سومة أكثر هذا غير منطقي نهائيا الارتباط الذي يربط المؤسسة الحرة بالآباء هو ما يسمى والالتزام الذي يلزم المؤسسة الحرة تجاه الآباء هو ما يسمى بالالتزام وسيلة بمعنى المؤسسة الحرة تلتزم بأن تؤدي واجبها التربوي والتكويني كيفما كانت الظروف بكل مجهود أتيت يعني أن تبدو لكل مجهودها من أجل أن تقوم بذلك أن تقوم بالتربية حسب فلسفة معينة ولكل أساس فلسفتها مقتبسة من الفلسفة الوطنية ومن المعايير المحددة من طرف وزارتنا الوصية أن تقوم بدورها التكويني انطلاقا من مشروعها التربوي وهنا كذلك كل مؤسسة لها مشروعها التربوي المصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية والذي يعني يجعلها تعمل تحت يعني الإمراض الوزارة التربية الوطنية إذن المؤسسة المتقوم بذلك لها التزام وسيلة تجاه الآباء فكان من الواجب على أي أسرة التي لم ترضى على هذه الطريقة الجديدة التي ألزمنا بها في التعامل ويقول أن تتصل بالمؤسسة مثلا وأن تسحب شهادة مغادرتها مثلا فلا يعقل أن ينتظر الأب إلى غاية نهاية السنة ويقول أنا لست راض على كل ما قمت به الآن إذن أنا لا أريد أن أؤدي ما بدمتي وقع الحال هو أن المعظم الناس التي تتكلمون بها المنطقة هم الناس الذين الأجرة تقصش وهذا صرح به السيد الوزير في الخارجة الأولى ديالوجية تنظم بتاريخ 5 أبريل يوم السبب 5 أبريل أو 4 أبريل لما قال بصارح العبارة بأنه على الأسرة الغير متضررة أن تؤديا بدمتها وأن يكون هناك تضامن ما بين المؤسسات والآباء وما إلى ذلك هذا هو الأول لكين هذا الأباء بغاو أنه تكون تخفيض الجميع الأباء بنفس الطريقة وهذا لا يمكن لأنه لا يمكن أن نضع الجميع في نفس الخانة وهذا هو ما اتفق عليه جميع الشركاء من خلال البلاغات التي أصدرت من طرف جميع الأكاديميات بالمملكة عبر الوساطة التي أوصفها السيد الوزير والتي جلسة في النقاش حولها ممتلين القطاع وممتلين جمعيات أباء وأولياء تلمين متابعين كما اشتوا معنا السيونس العراقي وضحنا النقاط التي هي مهمة في إطار حق الرد سيونس شكرا لكم بزيف هذا ما يخول القانون وكذلك حق المعلومة اللي أنتم مؤسسة من حقكم أن تعطيون المعلومة ومن حق المواطن يعرف المعلومة هذا بادلة جميلة وكان شكره بزيف عليها كنتمنا وكذلك من المؤسسات التعليم الخصوصي البعض ما يقول أن نفتح لأبواب ديالها تواصل مع الإعلان تواصل مع المواطنين ونعرفوا أشنوا واقع لأنه هذا الموضوع هذا تارضجة كبيرة في المغرب ووصلت صدد ديالها للدول الأوروبية للمهاجرين المغربة كي يقول لك أشنوا واقع أشنوا كين أشنوا كين سيد المدير العامل وصاحب المؤسسة بعض نقاط نقاط جتمع السي العراقي كنتمنا أننا إن شاء الله سنتواصلها على مقاريب والنقاط اللي هي مهمة مهمة بزاف الموضوع ديال التعليم الخصوصي في المغرب اللي بعيد عن مؤسسة دياله وهو قال لكم مرحبا بكم فتحنا للباب سيكون إن شاء الله سباقين صوت العدلة أننا ندروا هذا التصريح هذا مع أكبر صاحب مؤسسة التعليم خصوصي بين المراكش وكذلك المغرب اللي هي معروفة العراقي هذا ماشي في إطار مجاملة في إطار الحق والصراحة هي هذه نتمنوا إن شاء الله نقربكم ماشي غير فقط من قون تاقضوا لا نعرفوا كذلك أشنوا كين الرأي ورأي الآخر ممكن الحقيقة تبان من بعد إحنا ما كنا نتهموا تشي واحد ما كنا نقولوا تشي كلم على شي واحد ما مع هذا ما مع هذا كما كنا نقولوا بالدالجة إحنا في الوسط والإعلام هذا هو دوره هو حر ومنبر حر ويوصل الحقيقة وهذا شيء يخلو للقانون سي العراقي شكرا لك بزيف ونتمنوا إن شاء الله كل لقاء في القريب العاجل لأمور أخرى متابعينا شكرا لكم وإلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي بشي وصلكم دائما جديد صوت العدالة